السلام عليكم ورحمة الله أحبة الأطفال ما رأيكم أن نتعرف اليوم على حرف الضاء؟ أولاً سوف نبدأ بقصة الدرس لماذا هذا الضبي حزين؟ هل تتساءلون عن السبب الذي أحزن هذا الضبي؟ إذن هيا نستمع إلى قصته كي نتعرف السبب اسم قصتنا لهذا اليوم الضبي ظريف كان يمكان في قديم الزمان غابة جميلة فيها بحيرة زرقاء كان يعيش حولها الضبي ظريف في كل يوم يأتي الأطفال باللعب بهذه الغابة واللعب مع الضبي ظريف ولكن يا إلهي ما هذه الأوساخ؟ من فعل هذا يا ترى؟ في كل يوم عندما يرحل الأطفال تكون الغابة متسخة ويقوم الضبي بتنظيف الغابة لأنه يحب النظافة ولكنه تعب من هذا العمل في كل يوم في كل يوم يقوم بالتنظيف ويأتي الأطفال ويعيدون الكرة ويقوم هو بالتنظيف وقرر أن يذهب ويترك الغابة ويرحل بعيدا وفي اليوم التالي جاء الأطفال للحديقة وتفاجأوا يا إلهي لماذا غابتنا متسخة؟ هنا صديقنا الضبي نريد أن نلعب معه ولم يجدوه هنا سهم الأطفال أن من ينظف الغابة كل يوم هو الضبي ظريف وعندما رحل بقيت الغابة متسخة هنا شعر الأطفال بالخجل من أنفسهم وقرروا أن يسلحوا خطأهم وبدأوا بتنظيف الغابة ثم بحثوا عن صديقهم الضبي أين أنت أيها الضبي؟ تعال نحن متأسفون لقد نظفنا الغابة وفجأة من بين الأشجار ظهر الضبي ظريف وقد سامح الأطفال لأنهم نظفوا الغابة وأصلحوا خطأهم وأحضر لهم حرفه الذي يبدأ به اسمه حرف الض يروا ظله دائما في البحيرة ويتذكر قصة النظافة اليوم يا أطفالي تعرفنا في قصة الضبي ظريف على كلمات في والآن هيا لنبحث مع علمه عن حرف الض الض إنه علمه هيا نعرف هيا نخصر ما هو حرف اليوم مرحبا أصدقائي ما هو حرف اليوم يا تراب إنه حرف الض الض ض 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 الظبي يبدأ بحرف جميل الظبي والآن لنلعب معا لعبة الظلال أول صورة ظل من هذا؟ أحسنتم ظل ظبي ظبي أحسنتم وهذه الصورة ظل ماذا؟ أحسنتم ظل نظارة نظارة أحسنتم وهذه الصورة ظل منظار أحسنتم وآخر صورة ظل أحسنتم أحسنتم رائعي والآن لنتعرف طريقة كتابة حرف الظلال نبدأ من نقطة البداية على السطر ثم نرسم نصف دائرة بهذا الشكل نتوقف عند السطر ثم خط مستقيم على السطر وخط عمودي من أعلى نقطة البداية للأسفل وأخيرا نقطة فوق حرف الض يبدو بهذا الشكل تب حرف الض بطريقة مختلفة هيا نكتب معا نصف دائرة وخط مستقيم على السطر ثم خط عمودي ونقطة أحسنتم هيا مرة أخرى نصف دائرة خط مستقيم على السطر ثم خط عمودي ونقطة فوق حرف الض نتعرف على مقاطع حرف الض ض ض ض هيا ردد مرة أخرى ض ض ض والآن لنتعرف مقاطع حرف الض ض ض ض هيا كرر معي ض ض ض ض أحسنتم والآن هيا نغني المقاطع مع الرجل الآلي ض ض ض ض ض ض ض ض أحسنتم ظو رائعين والآن ماذا سيظهر لي؟ هذا مقطع رائعين ظهر والآن أي مقطع سيظهر لي يا ترى؟ ما هذا المقطع؟ أحسنتم مقطع ظهر